مساء الخير جمهورنا رياضي الكريم تحية عطم نزفها لكم من استوديوهات الشروق نيوز اليوم في هذه الأخبار الرياضية وبالأحرى هو موعد رياضي دائما مع العرس الكروي مع الانجاز الكبير ومحققه المنتخب الوطني في قطر انجاز تاريخي غير مسبوق الجزائر تتوج بالكأس العربية لأول مرة في تاريخها وهو أسبوع للاحتفال أسبوع مع الأبطال الذين شرفوا الجزائر ورفعوا الراية الوطنية عاليا أنا مصرور جدا لاستضافة واحد من أبطال ملحمة الدوحة من اللاعبين الشباب الذين رفعوا الراية عاليا كان اكتشاف الدورة باقتدار في قطر هو محمد أمين طوغاي لاعب نادي الترجي التونسي والمنتخب الوطني الجزائري هو معنا في البلاطو أهلا بك أمين وهنيئا مجددا التتويج بالكأس العربي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أول حاجة نشكرك خويا حمزة وقانت شورك على هذه الاستضافة صمافيا ثاني شيء نحب نهدي التتويج هذا الشعب الجزائري اللي ستونانا بزاف عندما قلت لك وقفوا معنا وقفة كبيرة نحب نهديلوا هذا التتويج حسينك وما زلكم بتعبانين لعبتوا تقريبا 6 مباريات في 18 يوما أيضا المنتخب الجزائري لعبت تقريبا 120 مباراة في 3 مرات يعني تعبتوا كثير بدنيا كما قلت أخفى لك لعبنا لعبنا ديجان انجروم ماشتاة مصر ماتش بلان تم دخلتوا في الشوك يعني تم مباراة لولاة السودان 4-0 كنا تسمى آلاز ماتش لبنان سافا من ماتش بلان نظن أنا بني سبالي كان أسعب مباراة نحكي عن نفسي وما مسمى الجوار كان ماتش بلان لعبنا المروق قاطر كما شفتوا لعبنا 110 أو 115 وما ماتش بلان بعدها زدنا لعبنا تونس نظرنا أنا مشوار تعباطل كيف فيو للمباراة اللي لعبناهم مشوار باطل وكيفاش كنتوا تسترجعوا آمين في الوقت ضيق تلعبوا مباراة في ساعة متأخرة عندك يومين ثلاثة باش تلعب مباراة مهمة ربع نهائي نس في نهائي وحتى النهائي الحاجة اللي هو لا باش نقول لك كنا نسترجعوا مية بالمية ما كنا نسترجعوا نشكر الناس منكم صالدي اسوان مفتوحة 24-24 اسوان المساج وكما حطوا كل شمعنا ومعنا عرف كيفاش يجري 23 جوار كما كان يجوار لعبوا تروى ماتش كان يجوار لعبوا دو ماتش كانت تجوار يرترني في الميلو تيران في الاتاق في الاتفاق نظن حتى هذه الحاجة خلتنا نكون كما يقولوا بيان في الاموات أكيد أمين نقول لي وقليلا 48 ساعة الوراء تتويج بالكلاس العربية العودة إلى أرض الوطن فرحة كبيرة استقبال أسطوري استقبال رسمي حتى من رئيس الجمهورية المجيد تبون أيضا من الجمهور الجزائري في ساعة متأخرة أحكي لي كيفاش عشتوا هذه الأجواء بو الحاجة ليولا بذلك كرفتنا لكم مرقدناش مرقدناش للصباح عودنا دي مارينا متناش من الدوحال حقنا لهنا ثمانية وشا هنوه ما ما نقدرش ما عندي شي كلمات باش نوصف لك نحكي لك على نفسي أنا السنسر مو الله غر لحمك يتشوك تقول لك تحب الدمعطي تشوف العجيز الشيوخة البرد ميديتي نس الله غر عبك نس جرت معنا بالك من لايروبورد وشامونيا وتجري مع البيس يمشي هما يجرون يعني تشفى عليهم نس نشفى عليهم لا غر نشفى عليهم أنا كنت شوف دي فاس شفتهم مش رحبني نقول لك ما شفتها في عائلتي حمزة عفو من الناس ما مش شاب شفتها في عائلتي ما ضرنا بكاء يما بكاء بكاء أخوالي عمومي أولاد حمتي أولاد حمتي ما نقول لك حمزة بشي عرفوا الناس حمتك منظر جميل مانظر الجميل منظر جميل والله بروفال ما نفل الوسط سمعته وقع أولاد حمتي نحيوهم 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 نس القضاء أكيد و الوصول كان في ساعة متأخرة البرد اللي كان الناس كان تتجري معكم يعني وانتم مرفضين هذلك الكأس وش حسطو قايا هذلك الفخر اللي حسيت به يعني والله يا حمزة كما يقول لك فخر كبير يا أخو فخر ما ما نقدرش نوصفه لك يا أخو لك يعني مزاني ضكم بح بح تلمو العياد تلمو فرحنا تلمو جامع عشت بريود فرحت فيها كما هذه أكيد هذه حلاوة كرة القدم خاصة تتويجي كون عنده طعم خاص لما يكون بلدك أمان بو حمزة أنا بالك ناس ما تعرفش أنا أنا دوك واحدة عشرين سنة عندي كات تيتر عندي كات تيتر في طارج الرياضي تونسي نحب الحي الفارق تاهي وقع عن صار طارج الرياضي تونسي تقول دينا دوك لابيته تالي تيتر صح تيتر تاليكي في ناصيونال يقعد واحدهم تيتر تاليكي في ناصيونال ما ما فرحة الفرحة ديالي وحدها ما ما قدرش نقول لك فرحة يعني غير نقول لك دو كات تيتر دو شمبيونة دو سوبر كوب ما يعني لكم أيضا أمين أنه يتم استقبالكم من أعلى السلطات في البلاد في استقبال رسمي من رئيس الجمهورية يعني بات توجب الكلاس العربي هذا كما يقول لك شارف لينو كان لينو الشارف قابلنا رئيس الجمهورية أنا وش تحبني أقول لك حمزة رئيس الجمهورية يحضر معنا كل أولاده كل أولاده كل يك تقدر مع بابك أو مع خالك أو مع أوليد حمتك فرح بينا بزاف حتى هو أحسينا فرح بزاف بلاك فعدي هيا باش نعطينا الخبايا وش قال لك ربما أمينك سلمت علي سلمت عليها قال يعطيك صحة قال يمزي يسل لقد كنا في الفيناتي الأخرة على المطر حسنا صحة واحدة اللاعبين رأينا صور رائعة مع السلطات في البلاد أيضا هذا يعني يبين أيضا أنه كرة القادم تمنح الفرحة لهذا الشعب تمنح الفخر والإعتزاز أيضا للجزائر نظن أنا الشعبات من دميل دي سنف ملاكو بدافريك مزادوش فرحه فرحة كما هديو شوف من أعلى السلطة في البلاد من الرئيس حتى الشعب حتى الناس قاع فرحة حمزة مدراري صغار مدراري صغار ناس قاع فرحة أخوه مدراري صغار من اللي الحقت ملو البارح وأنا معهم حتى تصوروا تصوروا فرحنا تحكنا تصوروا أخوه هل كنت تعيشوا حلم أمين؟ أخوه 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 الأمور التي أعرفها الجمهور عندما تلقيت استدعاء أمين طوغاي للمنتخب الوطني لكي تشارك في كأس إفريقيا صراحة كانت هناك كأس عرب كأس عرب نتمنى لكي تشاركة إفريقيا إن شاء الله كأس إفريقيا ناس ربما انتقدت خيار طوغاي قالك لاعب لا نشاهدناه كثيرا في ترجة تونسي لم أعرفوه كثيرا نتحدث عن الجمهور العريضة بعد ذلك لقد أخوه أخوه أساسي في مباراة مثل مباراة مصر مباراة قوية جدا بعد بطل العرب يعني حتى الناس أنصفتك بعد المبارايات وليت مدلل الجماهين صحيح قالت كيفش عشت هذه الفترات هذه حكينا حتى الجمهور يعرف الأمور اللي عشتهم عنه حمزة بدأت لك ملع استدعاء استدعاء فرحة كبيرة لاليست سنيته ضاير الله ما لقد رأيتها لدي صاحبي سليم نحب نحييه تونسي نعم تونسي تونسي تزيري والله أخوه فرحت فرحة كبيرة نظن أن الشعب كان ناس انتقدت خيارتي نحكي لك على روحي أنا لم أعلمهم حمزة كيف تتعامل أنت مع لك أنت قادرت والله يا حمزة قلت لك ما دخلتش في راسي خدش علاج أنا على بالي وش عندي يا حمزة على بالي وش عندي كاباسيتي في روحي وعلى بالي بالي مام الكوتش كوتش بوغر نحييه بالمناسبة وجمع المصباح مستجلي قبل هذا نيو زيلاندا اللي لعبنا في دوبي قال لي فرحة بك قال لي وراح تكون بين الفنترا والجوار وعطي لي وعطي لي ونظن أنا ما خيفت وبعد هدف مصر وش تغير في توقعي بعد هدف مصر تصول أجيت كنت 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 بلا بريسيون حمزة وعطي لي تقوم باستخدار وعطي لي وعطي لي وعطي لي تغلط تخسر وتذهب ودخل وعطي لي كانت شعورة تلعب بلا بريسيون حمزة وعطي للهدف كيف حالك تترك لتترك كيف حدك يوسف فعلي بالي يتجري هذي ركل الداخل قلت نجبة روحي بالكتخبط في الجوار جيني دوزين بوطن وضعناها و الجوار هذا ما تبعني حشك فاهم أنا جبجات لعندي حطيتها بلاقوج هي كانت رايحة من قلت على الجوار دخلت من وحكيلي عن الشجاعة تاعتم حتى يعرف الجمهور الرياضي الكريم طوقاي من موليد سنة 2000 فقط يعني ما شاء الله عليها 21 سنة كيف كانت عندك الشجاعة أنك سددت ركلة الجازة حتى رئيس الجمهور الرياضي المجيد تبون قال لك يعطيك صحة سجلت ركلة الجازة اللي كانت مخوفتنا زملائك سددوا ربعة ركلات وستددوهم كامل عباك باللي ممكن جداً ضيع في أي لحظة أي لاعب يعني ضيع ركلة الجازة نادراً ونشوفوا كل ركلات ونسجل من جاتك الشجاعة وأيضاً سمعنا أنه حتى بعض لعبين ربما نستخاف تيري الركلة الخامسة همين حكينا هذه اللحظة ليس يا حمزة ضرب الجازة بلك الأفريسيون اللي عشتها في انميني تولى قبل من تيري في حياتي ما نحن نعيشها حمزة بس كاللاج كيف يكتب كوني تيري ويقولوا ان ان تيري الخامسة سبحان الله واحد دعاً كافي مخي جاق اللي انبولحي يشد السنكية وان ان تيري السنكية من ماركيها وم بلوس لا تكتب خائف أمين لا تكتب خائف أميني حمزة سلام عليكم حتى لو ضيات كانت ح تكون تعادل بس كانت لازم عليهم فين وبعد ما شاهدت أمين تأهل الصور هذي ربما مربع نيها إبنة الاحتفالات كيف شوارع ربما مربع نيها إبيت ومربع نيها إبنة الأن ومربع نيها أميني يعني نشوف الله غير صافي بليزير قل من نام عشتوه الله غير من نام حمزة من نام أنا أصحابي توانسا يلاعبوا معي في تونس وقال يطولي ما فهموش ماذا هذا قلت لهم هذا غير كأس عارب قلت لهم مازال تشوفوا الخير القدام إن شاء الله الله غير حاروا فانصلا قرام ندخلوا وقال يشوفوا قلوا لي اماجي نابل اماجي نابل أيضا صارت وقت البلبل مؤخرا لاعبين التونسيين مع لاعبين الجزائريين قلت كأين واحد تشنو رأينا حتى صورة حنبال مع ابن نيادة انتوما كلاعبين تلاعبوا في الدورة التونسية كيف تتعاملتو مع هذا الوضع مع لاعبين التونسيين حمزة أنا ليه أصلا مكاش مشكلة مكاش مشكلة ضاير أبريل موش لقنا وسلمنا على بعدان خمسنا وسلم عليكم تشحك المنزامين الليك في ترجف في المنتخد كأين ربعة أفرعين عرفهم ينابون في كلب واحد أخرين في اليطوال وفي كلب ثم أنا كاي اللي نعرفهم حتى يعرف الجمهور العريض الجمهور التونسي الجزائري أمين الفرصة حتى يعرفوا بلما كان حتى مشكل بين نعيبين جزائريين وطوسيين وغير ما كان حتى مشكلة ومام الشاعة بحمزة الصحابة تونس هي طوالية من يلاعبوا بالبانون وقاع تركوا الاجتناصيونال ويشتركوا تهكونا تعنات على جزائر لا يوجد شيء لأن هذه حمزة فيسبوكية الناس حسيتهم يقولون يحبون أن يركبوا موجة هذا لم يكن لديهم شخص أصحابهم لعبنا 120 دقيقة وهم قمت بيزة حمزة نهاية جاية نهاية شرف الكورة العربية أنا كنت تفرج في البنك ونشوف ليس هناك مكان حمزة لا يمكنك أن ترد على المعلق شهر عصام شوالي التونسي لأنني لا أعجبني كنا البطولة التونسية هي التي صنعتها اللاعبين الجزائريين بشهر المنتخب التونسي يقصد لاعبين من شعروا في دورة تونسية مثل طوقاي شتي بن عيادة مزياني بوتماز يعني لاعب هو باستنزل بيليل حتى يوسب بنجاح أي من دورة تونسية يحب بقيتها تسعروا لللاعب التونسيين لن يقول الاندية التونسية هي الإدارته طوقاي بشرح النادي التالي تونسي كانت تقلق في ناصر حنسيدي في المنتخب الأولمبي كل عبين تألقوا بشروكم بموال طائلة واش تقول للي قال ان الاندية تونسية هي اللي صنعتكم بو حمزة دوكن جيك درجة درجة وباك نلحق لك لعيصام شوالي بو في الزاير صح في الزاير صح هم اللي كلوب اللي علمونا اللي عبو بانون حمزة وتقلقنا في اللي كلوب ديوننا نحن في الزاير من كي رحنا لتونس حمزة شفنا الاحتراف نحكي لك هنا على فارق تارج الرياضي التونسي فارق تارج الرياضي التونسي حمزة اكتا عارفوا انت جيت لتونس وشفت ادخلت لداخل غير تفتح الباب بتاع البارك تحس حمزة بلي الفارق هذا فارق كبير بززاف فارقي يطورك فارقي يطورك انا نحكي لك عنه نفسي تعلمت معنى الاحتراف في تارج الرياضي التونسي وكرة القادمة تعلمتها في نصر حسين داي هذا يشرفك اه هذا يشرفني ونصر حسين داي فارق ثاعي وفارق لين حبو مزاني ضوك نشجع حمزة اه نكي نورلي لك لعصام شوالي انا نظن على حساب وش فهمت حمزة ومعنيش ما على باليش بعدك قصد وش قوت لك انا ضوكا قللي تطورتو فالديتو اه طور على بالو بلي ضيور عصام شوالي انا تلقيت حمزة قبل الله فينال قالي هكا قالي بالكلمة هذه قالي ملعبية زيرية قالي كوارجية هكا قالي تسمى اللي جوارتات زيرية عفو العبوبالون بصحفي قال نافيتونس قالي هكا قالي بصحفي أنا حكالي على روحي قالي بصحفي اسبيرونس قالي تزيد وتتطوروا تعلم هذه الحيلة تعلموا بارايات انا فهمت هكا حمزة فهمني ما حسيتوش قلل من فما يقولش انه الاندي التونسيهي اللي علمتكم كورة لا 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 هذا يعني انا نجيل كوندر حمزة فوتبال تعلمتي في زير انا ترجعي كما شفنيش ما اللي احيانا انا عرف نلعب شوية كما يدونيش حمزة وصنوعوا البروفيزيوناليزم والحيلة المبارايات والامور هذي قاش في الترجعي رياديتونس اكيد هذا مهم جدا الان امين بعد انتهاء كأس العرب الان تولوا الانديتاكم طوقا يقولي بوجه اخر بوجه بطل عرب حتى هناك تراجعين تضر منك الكثير لأنه شافك في كأس العرب لاعب يعني من أفضل المدفعين صراحة مشيكك حاضر معنا اليوم مسؤوليات قيلة عليك هي صح كما قلتك دينك بضارة لازم كما قلتك المستوى يزيد يطلع حمزة ولازم نعطوه لي بليوس كتر للفارق تعانو أنا الحمد لله فارق ترجي رياضي تونسي البال بل عندنا الناس قاع المسؤولين والشعب لديهم كبيرة فيه ونحن نتشرف بل نحمل ألوان ترجي رياضي تونسي حمزة مكشخ حمزة مكشخ حمزة لكن لماذا؟ كانت تقيل بزاف بدايتك كانت صعبة مع الترجي عامين؟ البداية وش تحب نقول لك العام الأول كانت صعب إصابات هنا حمزة هذه حاجة أنا منصر حسين داي بشرح ترجي رياضي تونسي كنت مبليسة يا حمزة الناس ما زالها لضوكشة كفية أحبط البارح لوساندي جوا حسيني قال لي قال لي قال لي قال لي حبيتني سقسي كيلان تاكي راح من النهد لترجي كنت مبليسي ولا ما كنت حاب تلعب أنا حمزة كنت مبليسة لقد كنت مبليسة كنت مبليسة قمت بقى همزة كنت مبليسة لقد كنت مبليسة وذهبت إلى حسين بداية صعبة حمزة فارق كبير لعبين فارق كبير لعبين جاهزين لقيت الانس مدية شامبيونز ليج بدي شامبيونة سينك سوبر كوب سينك كوب عالم آخر حمزة وانا جان صغير حسيت حاجة كبيرة ضاير حبيت نولي لتزاير أفريسي ما حبيت نولي لتزاير لا نقول لك كيف كنت هنا مولودية الجزارة ماذا مولودية كل جاي ومحملش الضغط ومبادة واغل المسؤولين حمزة مسؤولين تعتارج الرياضي تونسي قالوا لي على بنا وش عدنا وعلى بنا وش تسوانتها هم اللي صبروني 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 العام اللي فت بديت نلعب او التبليسية دبل فراكتير ريحت سيمو هذا العام حمدو الله حمدو الله ان شاء الله تكمل لما خير ان شاء الله طوقاي بعد تألقك في الكلاس العربية أصبحت أيضا محل أطماع عديد الأندية وين ربما طوقاي يشوف روح يحترف مستقبلا في حال غادر التارجي انت عندك 21 سنة يعني الوجه الخاليجي أم في الأوروبية هم اللي صبروني هم اللي صبروني بالنسبة لي أنا خالجي كانت صغيرا كان عندي هدف واضح الذي هو نحترف على رحي في أوروبا وعندما صحابي نشوفهم نتفرج عليهم ما تسوى أدم زرقان لنحييه ولا بوده صديق المقرب نتفرج عليهم حمزة ضاير عندي طلعت ليشان طلعت ليشان طلعت ليشان طلعت ليشان طلعت ليشان غير علي جال وين خوية يشوفني نقدر نلعب إن شاء الله يبقى طموحك أيضا المنتخب الأول سواء في كاسفريقيا أو في السنوات المقبلة هذا طموح طوقاي المدافع للصلب حمزة حمزة كانت هناك الفريق الأول لعب في كل أصناف لعب في كل أصناف مينيم كادي جينيور أولمبيك ووضوك هذه الأفريم وموحي الأول هو الفريق الأول حمزة وماذا تصبح تصبح طوقاي عندك يقولوا الشخصية القوية وين تكون تقائد الفريق في نصر حسين دا 19 سنة ما تصبح حمزة تصبح تصبح أنا أخويا صفيان ومعرف ومعرف نحيوها بالمناسبة هو اللي رباني حمزة ومعرفوا هنا في الحومات سمع الناس قادروا شخصية أدير في التعليق شخصية القيادية أدير في التعليق شخصية القيادية أدير في التعليق سير بعقلية صفيان سمع فوتوكوبي ديالو حقاني 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 أيضا تحتوا على النجوم المنتخب الأول كيف كان الاحتكاك مع ياسين براهيمين بولحي وهدف تعب الليلي في مرمى المغرب حكينا هذه الأمور أمين أبوها حمزة نحكي لك عليها ياسين براهيمين ومبولحي وطهرة أدو لك أنه أدوها حمزة نقدر أن أقول لك يحبون البلاد كثيرا حمزة أسمن بالله ما زلني دوكم شوكي حمزة حكيت لهم مبراهيمين حمزة أحبك شوفوا كيف الشيء تحسوني تحومي حمزة متحسوني بسيط جدا في فرنسا وعبوا فلور تحسوني جارك أو صاحبك لا تحسوني حمزة تحسوني تحسوني حمزة تحسوني كيف حمزة كيف حمزة كيف حمزة كيف حمزة كيف حمزة هكذا كيف حسب لهم أنت ل التحسن يجلس و لم ت乗ل أصى التحسن ببrev في حماوز كيف سأخذ ايضا نجم المتقبل المحضر في نابن ناصر محرز كان يهنقكم يومياك كيف تتلقى هذه الرسائل طوغا؟ حمزة كتشوف رياض محرز يشجعك ويتفرجك عليه ماتش ويسنى وباليستاتي فيسبوك وكل دقائق يبرطار جي والله صافي بلايزير حمزة هل تقدير صور كمتشات رقم محرز؟ نعم نجوار موند يالحمزة محرز ومكلاسي معلي دي برم يجوار في موند تمنيت يكون معاكم طوغا؟ نعم نعم يا حمزة انا هنالك ينبذ 그랬ر هل بتعود أن أيدن ناصر أو سبعين أو عضطال هناك يؤمنend جزائر مع السقين لا يكونوا يبدلون بثان حاجه طوبا unique واذا تفكرت عندما أعلن الحاكم عن نهاية اللقاء وقد أسجل براهيمين هدف ثاني في مرمى تونس بعد تتويج رسمي للجزائر ممع الأعراف من كانت هتوبا الساخن أنضمان على كافة حمزة حاجة الأولى جاءتني في بالي والدية أربي يحفظ عمي والدية سمالية عبوالية بزاف حمزة سوفلت في حياتك نعم حمزة، والله ما أحبني أقول لك أنا كينا واحد لك سيانت أجور نتفكرها أبا كنت تبليسية كنت جينيور أبا كنت تبليسية كنت جينيور كنت جينيور كنت في الناس كنت تبليسية ملاد كتير كنت نسواني برا حمزة أبا كنت تبليسية ملاد كتير ونسواني هنا في تيتي بوليس أغري ما أبك كل يوم مدلك مصر أبا كنت تبلي كتير مدلك مصر كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم هادي ما راح جقع من بالي حمزة وعائلة بسيطة كما كل جزائرين زيت لهم مصرف زيادة تعبتهم حمدو الله حمزة أنا والدي أوفر لي كل شيء في حياتي حمدو الله حمزة كنت ملاح، شربت ملاح، قريت أبا كنت تبليسية ملاح، لا أعرف عنهم هذا الجامل حمزة طالع فيا أخي أصفيا، هذا ما نحكي لك حمزة لا يعمل لأولاده، لا يعمل لأسولي أخي أصبح أخي أصبح بابا، بابا دوزيام لا يعمل لأني أصبح بابا، أخي يكمل ومالما متكلته gain تأتي فأكد كنت صغير الحمزة، دايور 3 سنوار، كنت في عم 14 20 سنة لأني أصبح بابا ni كنت على راضي صاحب أصبح بابا من راضي قبل الفور، آسة عبدال راضي قبل الفور الحمد لله يا ربي لا تشعروا بشكل شيء لن أحب المعرفة الحمد لله يا ربي لديك سر متعلق خطب الكباش من طوفك وليك لقيتك معك هل تحب الكباش فيك أكثر? أليس عاما كم أشعر لم أشعر كباش والمطور مك اشعر لم أشعر وما كنت أعب ممارا ولكن لنتشعره بالكباش وليس انتبه حام حمزة و نشوف غالي كومبا بتحكيناهم في تونس الكباش سحابي قائيا ربو الكباش في تونس و رياح معهم توجور توجور أبريلي مواتش تعد الشامبيونة ولا الريح في الكوري تعد الكباش ريح نطل زوج و ندخل الدار و نشتي هو ناس فعل نابا عندهم أيضا نعم الياس الياس أنا اللي درت هو الفيس هذا يهب الكويت أنا درته هو الفيس وكا خاطئ و أولدهم توقع يا ربو ولياز لازم تشري واحد شراء واحد خسر ديالك الحكاظ عليش احكي لي ايضا احتشتي زاميلك هو صديق المقرب في نادي ترجي في المنتخب هو ايضا كان تحت الضغط مع بداية الدورة ما كانش عنده مشاكل في ترجي ما كانش يلعب بعد دار هالدورة الكبيرة يعني كيفش تشوف والله يا حمزة اكبر واحد فرحت له هو لياز شدي وطيب مزياني سوفراو سوفراو كما نحن كون مزياني هو بي بي جي ايضا وشيني سوفراو طفل صغير رحة جيدة مواني جوزها كحلة 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 الحق حمزة صباح يحب لي بداية الدورة ومعي في الدارة أنا حسن في الشيطة ويوجده وقلبه بيض انا نظن بحث يخطر أن أعرف باليضع وتتربي لي خطأ يستطيع أن يصبح يوثف كان يكون أعامين وكأنه يكون لعب باليضع وأنه يمكنك لم تصبح الجزائري أين نكتب الخروج؟ أين نلتقى؟ طيب لعب الحديث نجتم الأمور لا نجتم خمسين بالمئة من الأقل يجعلنا model و هو ي işi لأجب possible قوانان كان صدر من عرضي هل كانت أنت و weak ولا أحد وجهّل نحن نحن نعرف حمزة قدروا تسمى جوار كومفرمي هل تلعب معك؟ هل تلاعبون من سنوات تسوي؟ نعم نعرف كيف نخمم كيف نخمم بضائر كوبانت شمبر أفريق لفايد ماتش كوليزيون تكريات في اسبانوس الناس في التار الجي اعرف في مناسبة و يا ربنا نتمنى لزواة سعيد ماتشد أي شخصنا مدرسة الناصرية كنت عادرة بقوة في كاس العربية طوقاي جمل بالعمل المنسى وشخارج الناصرية ابو تمان أيضا فيون بن دبقى لقد إدى دورة كبيرة وما تقولين على الأبناء اللاصرية والفريق الليراوي عالوني الموزن وفرحوا به كل الأنصار تحتفلت بالكاشني احبت البارح لوساندي صافي بليزير تحبني اقول لك نصري يا حمزة والله غير تغيط والله غير تغيط كي تشوف الفارق وراه لاحق قسرت مع صاحبي انا وليت حم فيه لعب ما كاش لي موايا ما كاش لي كاش لي صالر ما كاش ما تقدرش حمزة تخمم فيه كلش غير في الفوتبال ما تقدرش تخمم فيه دوكا في النهد وشرب صاري انا شوف حمزة طبعا توجه نداء المسؤولين نوجه نداء المسؤولين فارق نصر حسين داي حمزة وكان يوفروا لي موايا ويعطوا له تسمى وشبحة بينهما شاركة نقدر نقول لك حمزة كل مانضيال يكونوا مينموم زلاثة من النهد لماذا في النهد احبك حمزة في النهد كتكون جان صحابي لابو فلي اسمه في مولوديا في سطيف ماذا يقول لي انا ربحت ماذا يقول لك حمزة ماذا يقول لك حمزة سينيور يقول لك رفيق حليش بالعمري يقول لك شعب المرسقان يقول لك ربحت ماجر يقول لك ربحت ماجر حمزة يقول لك ماذا يقول لك كان 18 سنة رفت كابيتان لعب في النهد صغير يقول لي عيشني حلم في صغريك وشفت روحكت عيشان لازم ندير عندي لازم نطلع صغير سينيور لازم نرفت كابيتان ونتشرف لعب في نصر حسين ونطلبنا من السلطات حمزة سواء فريق نصر حسين سواء فريق رأي شباب القبة ماذا يقول لك كلمة أخيرة فقط لشباب القبة ومدرسة إكسلنس ورسقي رممان يقول لك رسقي رممان لا أستطيع أن نفعله وكذلك وكذلك أعلمني لعب بالون أحب أن نشكره بزاف 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 ومدرسة رأي شباب القبة أنا لعب في لكسلنس حمتي القبة أحب فريقتي عندنا صرح حسين داي حمزة أحب أن نشكر أولاد حمتي أصحابي أصحابي ومازال المستقبل ومازال الخير لقدام حمزة ونحب أن نشكرك أنت ثاني وقفتوا معنا ومملكونا صغار حمزة تشجعوه فينا وقفتوا معنا أعطيكم الصحة ونحب هذه لازم أن نساهش نحب أن نهني ناس ناس طيف ناس بوقاعة بالأخص الله فهم يتعبابه ويمه الله فهم يتعبابه وبلدية بني وسين بزاف 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 أحب أن نشكرهم ويعطيكم الصحة وبرك الله فيك تحية لك وكل عائلة طوقاي ونس باعوز حمزة باعوز نحيوهم كامل أيضا مشاهدنا هذاك البطل تعناب الميضالية الدهبية لشرفتنا محمد أمين طوقاي مشاهدنا الحديث شيق مع بطل العرب هذا اللاعب الشاب الذي ستكتشفونه في السنوات المقبلة سهو مدافع على منطينة رافق حليش عن طريحها جمل بالعمل وآخرون نلتقي في مواعيد لاحقة بحولها شكرا لكل الطاقم العام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر